ملينا طبعاً الصديق العزيز وطبعاً رئيس تحيي موقع في الجول أحمد فوزي تحياتي لك بنوانا دايماً أهلا بيك يا كابتن ويعني بكون سعيد دايماً بوجوده وحضرتك إحنا لسعادة بتواجدك معنا عيس ألكس ويل شايفها بطولة مفاجآت؟ ده طبعاً ده كل المفاجآت يعني رغم أن هي بطولة الناس بتتكلم على أن زيادة عدد المنتخبات لـ 24 مفترض أن هو يقلل من مستوى البطولة ولكن ده اللي شايفينه أنه هو كل الكبار بيتراجع ومفيش ولا مباراة بدون أهداف يعني في بعض الأرقام اللي هنتكلم عنها كمان شوية فيها كلها مفاجآت طب أيها هنتكلم على المفاجآت وهنتكلم يمكن تونس حتى الآن واحد واحد ودي برده من ضمن المفاجآت ونس هتعاني بشكل كبير ولكن خلينا ناخد منتخبنا هو ده الأهم في الوقت الحالي وشايف من وجهة نظرك الفنية وطبعاً أكيد أنت جايب لنا حالات فين مشكلة منتخبنا في اللقاءين سواء لقاء موزنبيك أو لقاء غانا اللي كان من وجهة نظرك أنا شايف أن اللي كان لقاء كمان سهل بالنسباني بشكل جيد بصوا حراك يا جابت أن فيه طبعاً أرقام هنا موجودة وحاجات حصلت لمتخب مصر بتحصلين كان لأول مرة من سنوات بتحصل ولكن أنا بشوف أنها كلها النتائج لو حالت بتسألني عن السبب الحقيقة إحنا كنا بقتين البطولة كويس جداً جبنا جون وبداية خلاص الحمد لله منتخب المفروض أن هو المستخب تعالى المنتخب بتدرج في المنفسين بتوعك جبت جولة قدمت عليه هتجيب الجولة تاني تخلص المطش وتستريح مصبوط ده هياخدك لسيناريو تاني في البطولة كلها ولكن أنا دايماً مؤمن أنه هو بخلاف المستوى الفني فيه تفاصيل صغيرة هي اللي بتفرق في مشوار كل منتخب في البطولة أتفق معاك تماماً التفاصيل دي أهم تفاصيل ده إحنا التفاصيل دي بيحكمها الروح صحيح الروح ديت لو كان قدت لو لعبت بنفس الأداء والرجولة قدامه زنبيق وجبت الجولة التاني كان وقتها هتبقى خلاص داخل المطش غيانا وإنت مستريح مش مضغوط كان وقتها حتى لو اتصاب محمد صلاح وخرج فبسبب الدربكة دخل فيك الجول ده فخلص المطش تعادل ما كانش حد حيتكلم ويقولك أن أنت في مهدد أو أن هو المشوار بقى صعب أو أن الأداء سيء وما إلى ذلك ولكن اللي حصل والنتائج اللي قدامنا أنه هو الأرقام اللي حققها منتخب مصر حتى الآن أنه هو لأول مرة منتخب مصر من سنة 92 ما يفوز فيه مبارتين أول مبارتين في أمم إفريقيا على الأقل بنافوز مبارتين حتى مثلاً في 2004 منها كانت مشاركة سيئة لنا مثلاً فوزنا في المنزيم أول في المباراة الأولى أول مرة بيستقبل شباك منتخب مصر أهداف أو هدفين في مبارتين متتاليتين من كام؟ من سنة 84 صحيح دي أرقام رغم أن هي سيئة لأنها بتحصل دلوقتي ولكن هي بتعكس ماذا؟ عظمة برضو منتخب مصر وتاريخه وأنه هو ما يخش فيه جونين متتاليين في مطشين ده حاجة بتحصل المتخبات كتير لا دي أور تحصل من 84 فطبعاً ده رقم سلبي آخر منتخب مصر إجمالاً ورغم أنه هو استقبل أربع أهداف في مبارتين إحنا في البطولة اللي فاتت بتاعت 2021 استقبلنا هدفين في البطولة كلها إحنا في 98 جيفين هدف واحد إحنا من 2017 ده أنا مش بتكلم بقى عن البطولات اللي إحنا كسبناها ده أنا بتكلم من اللي هو من 2017 لحد دلوقتي استقبلنا سبع أهداف أو اللي حد 21 تلت مجموعات تلت بطولات مجتمعة دخلنا فينا سبع أهداف بس إحنا لحد دلوقتي المطشين دخل فينا أربع أهداف طبعاً رقم سلبي جداً ولكن في المقابل منتخب مصر يسجل أربع أهداف في مبارتين رغم أنه هو ده كان برضو نفس عدد الأهداف اللي إحنا سجلناه في النسخة الماضية كلها 2021 فده معناه أن فيه تطور شوية هجوم خلينا برضو عشان الناس اللي امتابعينها تونس اللقاء انتهى واحد واحد طبعاً هزيمة فيه اللقاء الأول وتعادل فيه اللقاء الثاني موقف لا يحسد عليه أكيد تونس نكمل معاك من ضمن الحاجات اللي أنا هتطفق معاك فيها أن أنت قلت مبارات موزنبيك لو كنا جبنا الهدف الثاني المبارات دي أنا بعتقد أنك هتدخلص تلاتة أربعة مجتاح جداً 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 لأنه ده حصل مع كاب فيردي أنهما كسبوهم ثلاثة ليه؟ أنهما لما جاب الجون ضغط جاب الجون الثاني جاب الجون الثاني خلاص أنت خلص عرفها أنما أنت ديت أنت جبت الهدف الأولاني وبعد كده طبعاً أجواء صبعة طبعاً استسهلت المطر والأجواء مع الأجواء الصبعة ولكن دايما أنا بقول أن البطل بيتغلب على كل الأجواء وأنه زي ما أنت قلت الهوية بتاعتنا ودي دايما أنا بقول عليها الهوية بتاعتنا اللي بتخلينا مختلفين عن أي منتخل أفريك الجماعية جماعية طبعاً ويوح العالية بتاعتنا مفتقدين للجماعية؟ مفتقدين طبعاً للجماعية مثلاً بعض الناس تكلمت عن أن بخروج محمد صلاح الأداء كان أفضل طبعاً محدش يقدر يقول أن محمد صلاح مفترض هو ما يكونش بيلعب في منتخب مصر أول هو ما يكونش في تشكيل الأساسي لا محمد صلاح عنصر هو أهم عنصر في منتخب مصر ولكن هو ليه المنظر كان بيبدو أن هو منتخب مصر مش تظهر بشكل أفضل لما محمد صلاح خرج لأن محمد صلاح خرج في نفس الدقيقة اللي أنت دخل فيه جول صح فأنت خلاص بقيت نزل شهر تاني أنت بقديمكش غير أن أنت تكسب والمنافس بتاعك أساساً منافس مش قوي تخب غانا في أضعف حالاته من 2021 مش دلوقتي فأنت هو كان بيت لكك عشان تخزر فأنت بس لما بدأت تلعب أن أنت خلاص تحررت بأن أنت باصل صلاح وأن أنت عايز أن أنت تكسب بكل الأسلاحة بتاعتك مش مرتكن على سلاح واحد فاستعدت الهوية بتاعت منتخب مصر اللي حضرتك وتتكلم عنها من شوية اللي هي الروح والجماعية الروح والجماعية اللي مطلوب أن هي لو موجودة في وجود محمد صلاح في الملعب ده حيدينا بقى وقتها أفضلية على أي منتخب تاني لأن أنت بتقاتل علشان تكسب وبتستغل كل أسلاحتك اللي هي أهمها سلاح محمد صلاح بدل بتركن كله وتستغل محمد صلاح بس من ضمن الأسلاحة بقى اللي احنا بنستغلها بشكل سيء على ذكر الأسلاحة يعني في البطولة دي احنا أرسلنا 44 عرضية في البطولة الحادة دلوقتي مطش موزنبيق بس سوري 9 منهم بس لصحيحين 18 عرضية في مطش غانا بإجمالي 62 عرضية في مطشين أكتر منتخب في البطولة كلها أرسلنا عرضيات ولكن نسبة العرضية الصحيحة 21% بس لو نفتكر جون موزنبيق الأول كهو الوعي اللي كان عرضية من محمد هاني أو من محمد حمدي ألشت من محمد صلاح راحت لبصطفى محمد لف وجابها لخلاف كده مفيش ولا عرضية رغم أنها عرضيات صحيحة أسمرت عن خطورة مفيش مثلا عرضية وحد لعبها بالراس فالحارس تصدى ليها أو جات جنب العرضة أو ما إلى ذلك فأحنا أنا مش عارف إحنا ليه بنكثر من العرضيات ليه بنشوف أن عمر كمال مثلا وهو ظهير أيمن وبيلعب بيمينه كل كرة بعدها على شماله ويرفعها محاديش أول مدافع محمد حمدي من بعيد أوي ممكن بيعمل عرضيات هو لسه ما وصلش وعرضياته كلها برضو رغم أنها مفترض أنه هو على الفكرة مميز في العرضيات ولكن عرضياته كلها بلونية ما شفناش فيها أي خطورة فدي من ضمن الأسلحة أو الأرقام الغريبة اللي بيعملها منتخب مصر في البطولة أيضا دفاعيا محمد الشناوي على غير العادة رغم أنه طبعا حارس ممتاز وحارس منتخب مصر الأول منذ فترات طويلة ورغم أنه هو كمان وصل لمباراته العشرة في أمم إفريقيا وأصبح ثالث أكثر الحراس مشاركة في تاريخ منتخب مصر في أمم إفريقيا بعد عصام الحضري ولادر السيد وصامة البطن الرابع سوري ولكن هو صد شوطة واحدة بس عملت صدي واحد في البطولة كلها خمس تصويبات على محمد الشناوي بتصدي واحد واستقبل أربع أتاف فطبعا هو رقم رقم غريب يعني من محمد الشناوي عليه أن يعود ويتماسك فيه المباراة المقبلة لأنها مش هتبقى حمل أن أنت تظهر بأداء غير ثابت مرة أخرى وكمان شفنا تصويبات كابفيردي القوية جدا في المباراتين من مسافات بعيدة فعيبقى على محمد الشناوي يعني حمل كبار جدا خلينا أخذك فن شوية الأيقام تمام مهمة وكل حاجة ولكن خليني أخذك فن شوية إيه المشكلة بالنسبة للمنتخبنا فين الأزمة يعني إحنا في وقت من القيادة الشروط الثاني في غانا لما بدأنا نهاجم بدأنا نهاجم بشكل كويس ولكن عندنا مشاكل وأخطاء دفاعية المشكلة فين هل التشكيل بتاع فيتويا هو ده التشكيل الأفضل والأمثل ولا من وجهة نظرك أنه شايف أنه عنده أخطاء في التشكيل أنا من وجهة نظري أنه فيه عناصر مفترض أنها لا كانت تبدل يمكن التشكيل بتاع ماتش غانا طبعا كان أفضل شوية من ماتش موزنبيق وأعتقد حتى زي ما كنا بنتكلم من شوية إن هو لو كنت أنت بها نفس التشكيل ده ولعبت بنفس الرجولة وكسبت كان حيبقى روي فيتويا عنده الأرياحية إن هو يعدل فيه عناصر اللي محتاجة تعديل من غير ما يبقى عليه الضغط اللي حصل عليه ده ومن غير ما يفقد اللي لعب والثقة يعني واحد زي زيزو كان ممكن يلعب تاني عادي فيه ماتش غانا لو أنت كسبت ماتش موزنبيق ولكن اتبروزت إن هو ما كانش جيد لأن المباراة خلصت تعادل فده اللي خلى أن مصطفى أتحي اللي يلعب مكان صلاح بدل زيزو رغم لي من المشاكل اللي أنا شايف المفترض كان زيزو هو اللي يلعب الأنسب ويتحرر وياخد مركز الجناح الأيمن على الأقل العرضيات اللي احنا كنا نتكلم عنها شوية حتكون أدق لأن يزيزو الأكثر دقة في العرضيات في الدور المصر واحد زي أحمد فتوح أعتقد هو لازم يكون بيتمرن بقى الفترة لفترة كويس عشان يتجهز إن هو وطالما أنت أخدته وتحديت الناس كلها هو لعب مقوف يبقى على الأقل كان لازم يبقى موجود في الملعب يعني على الأقل في وقت ما أنا ياخد الماتش التاني ياخد في الماتش التاني دي من ضمن برضو الحاجات الغريبة أنت أخدته وأصريت أن أنت تاخده من هو لعب مقوف وأنا دايماً قلت أني في الاختيارات العدلة بتجيب التوفيق وأنا ما زلت بقول أني من ضمن الحاجات اللي أقدر اللي أتعطى المنتخدم هي مسألة اختيار العدلة طيب خليني أخدك وأروح معاك لأرقام المهاجمين لأن نتكلم عليها ونشوف أرقام مهاجميننا عاملة زي في اللفترة يعني على عكس الدفاع فطبعاً أرقام المهاجمين جيدة جداً نسبياً مقارنة إحنا جايبنا أربع أهداف في ماتشين ده أرقام كئسة جداً نشوف محمد صلاح عادل رقم كابتن طهر أبو زيد طبعاً وعلى أبو جريشة بسبع أهداف أم أفريقيا كرابع أهداف منتخب مصر التاريخيين بعد طبعاً كابتن حسن الشازلي 11 جون كابتن حسام حسن 11 جون وكابتن أحمد حسن 8 أهداف فهو حالياً بقى الرابع وفضل جون ويا رب يعني طبعاً يعادلها في النسخة لك نتمنى يعادلها ويعديها نشاء الله طبعاً بإذن الله تريزيجي مع روي فيتوريا بيقدم نسخها الأفضل ليه مع منتخب مصر هو عمر مرموش ومصطفى محمد بس تريزيجي أرقامه هي اللي بتعكس أكتر حاجة للنموذج دوت لأن تريزيجي قبل روي فيتوريا لو بصنا على أرقامه هنلاقوا أن هو سجل 8 أهداف فقط في 56 مباراة دولية ولكن مع روي فيتوريا هو مستهم في 10 أهداف في 12 مباراة سجل 7 وصنع 3 صحاً طبعاً هو أعلى كمان من أرقامه في 56 مباراة في تريزيجي وجد نفسه مع روي فيتوريا نفس الكلام عمر مرموش بعدما كان منطلق انطلاقة عظيمة مع روي فيتوريا كان مر بفترة من الصيام لتسع مباريات ولكن بيعود للتسجيل في المباراة الماضية وكده سجل 3 أهداف وصنع 2 فيه تحت قيادة روي فيتوريا مصطفى محمد أخيراً في العنصر الثالث الهجومي طبعاً وصل لهدفه العاشر الدولي في آخر 5 مباراة سهم في 6 أهداف سجل 3 وصنع 3 فطبعاً هو البعض ويرى أنه هو الأفضل وأنا منهم يعني بشوف أنه هو الأفضل في منتخب مصر وخلال بطولة حتى الآن يعني بحية طيب خليني كده سريعاً أخذك لحاجة سريعاً كده الماتش القادم شايف يلعب إزاي أنا شايف الماتش القادم كمان قدام منافس هو ضمن الصعود وحيريح أعتقد بعض اللاعبي شوفنا مثلاً بيبي كان خرج بصاب لعب أن شايف سريعاً السابق لسجل الفاول فحيريح بعض اللاعبي أنت مش محتاج أن أنت تنزل بقى إلا وأن أنت سنن سنانك أنت نازل اللي هو لأ أنت لازم تكسب وتكسب بسكور مش بس عشان تتأهل ولكن عشان تستعيد الثقة لكل الأفراد وعشان توجه رسالة لمنافسين ما يبقوش خايفين منك لأنه لما تتأهل وانت تاني مجموعتك ومقدمتش عرض قوي غير لما تتأهل وانت يعني مكتسب الثقة صحيح وموجه رسالة لمنافسين ده أنا موجود وأن البداية دي كانت غير موفقة بسبب أنه بعض الرعونة ومش بسبب أن ده المستوى الحقيقي المنتخل صحيح طيب خليني أخد بقى مفاجآت البطولة كده سيئاً البطولة زي ما حضرتك وتبدأت الفقرة وقلت أنها بطولة المفاجآت فطبعاً لو حنحط لها عنوان كبير فحيكون سقوط الكبار سقوط الكبار اللي بيتمثل في أن بعد جولتين حتى الآن واقتربت الجولة التانية من النهاية بنشوف غينية الاستوائية مثلاً بتتصدر المجموعة الأولى اللي فيها كتبوار ونيجيريا صحيح ودي مفاجآة كبيرة صح بنشوف كابفيردي حسمت الصدارة في المجموعة التانية مجموعة مصر طبعاً مجموعة اللي فيها مصر وغانا كابفيردي بتضمن الصدارة قبل حتى الجولة التالتة فطبعاً مفاجآة كبرى بنشوف الكاميرون في المركز التالت صح الكاميرون في المركز التالت في مجموعة بتضم غينية والسنغال وطبعاً النهاردة اليو سي سي بمناسبة نقل للمستشفى وعكة صحية مدرب السنغال فبدأتمناله يعني الشفاء بإذن الله بس ضمن خلاص التأهل ببلاده فدي المجموعة التالتة الجزائر في المجموعة الرابعة الجزائر بتتعثر مجدداً وتتعادل مع بوركينا فاسو فكده تبقى في المركز التالت في المجموعة الرابعة أنجولا المتصدرة طبعاً دي برضو مفاجأة بوركينا فاسو تاني جزائر تالت وموريتانيا على فكرة بيقدموا بطولة جيدة رغم أن هم غير محظوظين في المركز الرابع فتونس أخيراً لسه حضراتك قال النتيجة أن هم تعادلوا مع طبعاً كان مالي بعد الفسارة من نميبيا في المباراة الأولى فبرضو مفاجأة كبرى أنت دلوقتي في المركز التالت ولسه نميبيا ما لعبتش مع جنوب إفريقيا في المركز الرابع فالأولاً تبقى تجد نفسك في المركز الرابع مثلاً لو خلس تعادل أو على الأقل تقدير في المركز التالت لأن فريق الأهداف لتونس عن جنوب إفريقيا فمفاجأات بالجملة الحقيقة بتشهدها البطولة حتى الآن فده كان أول حاجة في البطولة يعني أحمد طبعاً سعيد بتواجدك معايا دايماً ودايماً بنسعد بيك ومتقلق كالعادة شكوك جداً جداً وإن شاء الله دايماً معانا موجود معانا وإن شاء الله تكون موجود معانا بقى ومنتخبنا بإذن الله تكون موجود بإذن الله على الأقل على الأقل في أدوار نهاية يا رب بإذن الله يفرحونا ونكون سعداء بقى وإحنا عادي بنتكلم عندهم بإذن الله